اهلا بكم اصدقائي الاطفال سندرس اليوم معا كتابة رياضية للصف الثاني الابتدائي مع الاطفال الشطار احل المسألة مع فيصل كوب من الحليب ومع جابر علبة من الحليب وكل منهما اعتقد ان معه اكثر من الاخر من منهما على صواب ساحل هذه المسألة تتسع العلبة الى عشرين ملعقة ويتسع الكوب الى خمسة وعشرين ملعقة اي الوعاءين يتسع الى عدد اكبر من الملاعق الكوب اذا ايهما على حق فيصل احل المسألة بتمثيلها يقول سليمان ان ستة عشر كوبة ورقيا صغيرا تساوي سعة ابريق واحد فهل كلامه صحيح؟ لا نقل احمد مغرفتين من الماء اما ابراهيم فاستعمل ملعقة لذلك فكم ملعقة من الماء يجب على ابراهيم ان ينقل ليصبح لديه مقدار مغرفتين من الماء عشر ملاعق احل المسألة بتمثيلها تريد لنا ان تختار ما بين كأس ماء او قارورة ماء اساعد لنا على اختيار الوعاء الذي يتسع اكثر من الاخر القارورة تتسع اكثر من الكوب كم حفنة من حبوب الارز يلزم لملء الوعاء استعمل يدي وحدة قياس ثلاث حفنات احسنتم يا شطار لقد كنتم رائعين حقا لا تنسوا ان تشتركوا في قناتنا لكي يصلكم كل جديد ايضا لا تنسوا ان تشاركوا فيديوهاتنا مع اهلكم واصدقائكم لتعمل فائدة مع السلامة اشتركوا في القناة